اشتركوا في القناة مش عليكم مش عايز كل فيديوهات تكون طويلة هقصة عليكم قصة الاخ داود من اليمن وزا انا اتكلمت عن الاخ داود من اليمن فمعنى كلامي وافكار كلامي للمغامرين يعني القصة دي انا بقول لمتابعين المغامرين اسمعوا القصة وعلى فكرة القصة موجودة في انحاء الانترنت يعني حضرتك ممكن تتأكد بنفسك من القصة نصل على سيدنا محمد ونوحد الله قصة الاخ داود من اليمن الاخ داود من اليمن والده كان ساحر او بالخلاصة داود خد كان ساحر بالوراثة يعني وهو طفل لسه في اللفة والده وهب للجن والشياطين خادم قال وهبت ابني للشياطين كان دايما وهو لسه في اللفة تعرفين الاطفال اللي بيعيط كتير وصراخه كتير فيه طبعا ابو ام بخافه بيجيبه شيخ بيوده دكتور فابو داود كان فاهم يعني اللغذ فحصن ابنه بطريقة الجن المهم مات الوالد وكبر داود لسن الاربعتاشر سنة ركز في كلامي حضرتك انا قلتلك ان ابو داود وهب ابنه خادم للجن والشياطين ركز كويس في كلامي انا باختصل لك قصته لو عايز تقفل قصة كاملة اخش على اليوتيوب او جوجل واعمل سيرش عن الساحر التائب داود اليمني المهم فلما وصل داود سن الاربعتاشر سنة كان في يوم ماشي الى وادي وانت عارفين اليمن اغلبتها وادي جبال خضرة ما شاء الله يعني فلما اه كان بتمشى رايح كده مشوار كده لمكان ما قابل في الطريق دابة جنب كذا بيت كده فقال انا هستخدم الدابة وعفوا الدابة كانت حمار عفوا للمشاهدين فقال انا هستخدم هذه الدابة يعني اخدها في مشواري تاخدني تنقلني من مشواري سريع وارجع يمكن بتاعة حد من الشباب اربطها لما انا ارجع وتمام يعني المهم استخدمها دكب الدابة وفضل الماشي ففي الطريق لاحظ داود ان الحمار ماشي بطيء طبعا انتم عارفين الحمار الحصان عشان تسرع يعني بتدي له نغزة ضربة صغيرة عشان يبقى ماشي سريع ضرب اول ضربة ما كانش في استجابة من الحمار ضرب تاني ضربة نفس الشيء ما كانش في استجابة من الحمار انه يمشي سريع شوية فبيرفع يده للمرة التالتة عشان يضرب الحمار عشان الحمار يكون سريع شوية وقف الحمار وهنا الصدمة فوقفت الحمار لفر أبته الحمار لفر أبته لداود مهاركم فوق ظهره فلفر أبته وقال له أتظنني دابة اخواني العزاء انا عايز اقف يعني اقف فاصل بسيط لو في احد من المغاملين تلع له قطة وقالت له اطلع بره يا كذا يعني اتكلمت ايه موقف المغامل لما يطلع له حقيقي حيوان ويتكلم مش اكذب عليكم خبر داود فقد الوعي طبعا انا لو ما كانه هموت مش هفقد الوعي فلما الدابة لفت وشها واتكلمت مع داود وقالت له أتظنني دابة فقد الوعي من الخوف وقعد ثلاث سنين في غيبوبة صدمة صدمة الغيبوبة ولما كان بيفوق منها من كتر الشيوخ بتقرأ عليه ويه 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 برضو هنا هرجع وقول لكم فاصل لتوضيح نقطة شوفوا يا جماعة فزعة الجن فزعة الجن عملت ايه في شخص لمدة ثلاث سنين غيبوبة طبعا المغاملين بنفزعوا بياخدوا التليفون ويكملوا تصوير يعني ما شاء الله المهم فولدته كانت حاسة بحاجة غريبة وكانت شبهة عرفة ايه اللي بيجرح حوالين داود فداود في اخر السنة التالتة اللي هي السنة اللي كان فيها الغيبوبة كانت بتجيله احلام ناس تجيله تقول له دور على كتب ابوك احنا عايزينك تجيلنا انت موهب لنا انت بتعنا فطبعا سأل والدته قال لها يا امي ايش الكتب الموجودة حجة الوالد بتاعت والدي قالت له لا ما تسألنيش عن الحاجة دي تاني وحزاري يا داود تفكر في المشروع او في الموضوع ده قال لها قال لها ثقي تماما انا بس عايزة استكشف حاجة قالت له ولا ولا تشوفهم رجع داود للغرفة بتاعته قعد شوية فكر غلب عليه النوم نام ظهروا له الناس تاني وقالوله انت قلت الولدتك فين الكتب والدتك شلتهم من مكان ما الى مكان ما المرة التانية ما تسألهاش يا داود المرة التانية روح على المكان الفلاني هتلاقي الكتب هناك خدهم واقرأ فيهم واعرف ازاي توصل لنا عشان احنا عايزينك ها افاصل شوفوا يا جماعة عشان بس داود يوصل للجن اللي هو موهوب ليهم من طفلته من هو بيبي داود موهوب ليهم يعني ابوه وهبوا لغير الله وهبوا للشياطين قال لهم دام بتاعكم شوفوا موهوب لهم بس عشان يوصل ليهم لازم يقرأ ولازم يعمل حاجات كتيرة عشان يوصل ليهم المهم فلما بدأ داود يخذ الكتب ويقرأ لقى في شروط كتيرة بس عشان يبين ان كل حاجة بيقراها صحيحة وانه ماشي في خطوات صحيحة هتظهر له علامات بالفعل وظهرت له علامات وهو في بيته ان لازم يروح في خلوة والخلوة دي انا مش عايز اوضح كتير عن معلومات السحر الخلوة مكان ما بيكون بعيد عن الناس وبيكون مكان مغلق تماما ما فيش فيه خرم اوضح كتير من الناس نور وبعيد عن الناس تماما وممكن الخلوة بتاعه بين 40 لتمانين لتمانين لمية وعشرين يوم وده حسب الشخص اللي عايز يتعامل مع الجنة فبدأ داود يقرأ في الكتب ينفذ الشروط بدأ يدور على مكان ما دور على كهف في مكان ما جنبه في البيت بس يعني جنبه في القرية نفسها مش في البيت وبدأ وخد المكان اللي هو الكهف ده هو المكان اللي هيبدأ فيه التقرب الى الجان طبعا انا مش تحكي تفاصيل كتيرة لانها كلها شركة وكفر في جوه الكهف بدأ داود ينفذ شروط وبدأ يعمل كل حاجة مطلوبة منه في الكتاب وكل شرطة ينفذه وكل حاجة يعملها صحيحة هتظهر له علامة من علامات الكتاب وبالفعل ظهر له اللي ظهر له وخلص بعد واحد واربعين يوم خلص داود دنيته وكل حاجة وطلع من الكهف راح على بيته وبقى شخص زي ما كانوا بيسموه روحاني او مبروك راجل يعني فيه حاجة كده من البركة بعد كده بدأ يمارس السحر لمدة سبعتاشر سنة يعني عاشر الجن لمدة سبعتاشر سنة كان مع خدام وهو كان خادم ليهم ولا عكس صحيح يعني نظام الجن هات واخد اعملك تعملي اخدمك تخدمني وهكذا فضل نهن ففضل داود يمارس السحر والشعوزة لفترة السبعتاشر زي ما اتفقنا من ضمن الشعوزة اللي كان بيضحك فيها على الناس انه كان الجنب السكينة اللي هي بتوع اليمن الخنجر يعني لو ما يدخل عند الناس عشان يزبتلهم انه هو راجل فيه بركة وفيه بركات كان بيطعن نفسه وكانت السكينة تخش قدام الناس قدام الاعين ما كانش تخش في داود كانت بتخش في الجن نفسه لفي يوم كان بيتمرن عليها في قلب بيت صديق له فلما دخل صديقه استعاز بالله وقال آية الكرسي قام تلبيسة الجن اللي فيه داود هربت منه والسكينة دخلت حقيقيا اتعالج داود والحمد لله عدت على خير وتعد الأيام وداود يكمل والسح بالممارسة والشعوزة ما كانش بيصلي لله كان بيصلي وبيعبد الشياطين فجيه الأوان ان داود قرر انه يتوب بس ازاي جات التوبة اقول لك ازاي كان في يوم داود عند احد اصدقائه نايم يعني مبيت عند صديق له في مكان النار فهو نايم جاء له حلم والحلم دا كان رعب بالنسبة لداود بس شوفوا الحلم الاولاني لانه حلم مرتين في نومة واحدة شوفوا الحلم الاولاني فكر ازاي والحلم التاني فاق وفكر ازاي الحلم الاولاني كان ماشي فيه طريق فلاقى ناس ما قبلاه ناس مجهولة لهم بشر لهم جن وتلموا عليه وامروه للصلاة لله بيقول لك داود ودي كانت اول مرة سواء في حلم سواء في حقيقة ان داود هيصلي لله لأول مرة تخيلوا استغفى الله فلما فكر بيقول لك طلع من الارض ايد دهبية شكل النحاس ابضت على صدره رفعته فوق وهبدته في الارض فصرخ زع فالصرخة بتاعته كانت حقيقة كمان وهو نايم صح البيت كله صاحب البيت جي بخر له وشوية قرآن شغلو له قرآن يعني كده عملوه شبه رقية شرعية بعدين رجع داود ينام تاني فلما نام جاله نفس الحلم لكن المرة دي كان فيه طريق يعني انه هيمشي فيه وهو ماشي لقى حفرة كبيرة ولقى نفس الناس حوالين شخص والشخص دا طلع ابوه فيه نار وهو جوه نار قدر من النار بيقولك لو رميت يعني قطعة حديدة قبل ما تنزل من صهر النار الحديدة تسيح مش عالة بس تخش النار لا من الصهر بتاع النار فطبعا لما سأل ابوه انت بتعمل ايه قاله انت جاي عندي ليه ارجع يا داود ارجع للحق ما تجيش على هنا تاني طبعا بمعنى الحلم ان ابوه بيقوله انت ليه خدت شغلتي انت ليه طبعا مش هيقوله انا غلطان انا وهابتك ليه الشياطين ما كانش فيه وقت دا حلم يعني لما صحي داود فاق للي هو فيه وعرف ان هو على باطل الف مليون المية وان كده ستوب لازم يوقف اللي بيعمله لان دا كفر بس فيه ثمن لازم يدفعه ثمن ايه هقولك لما فكروا ان يوتيوب جات له رسالة اولية انه ان الجن يعني هيقلب حياته جحيم ماهتمش قالوا هنقتل ولادك كلهم ماهتمش وكانت الصدمة بعد توبة داود لتالت يوم وهم قاعدين بياكلوا في وقت الغدى شاف ابنه قدامه بيتنفخ لغاية ما بدأ اجزاء من جسمه تطق ومات برضو ما يقسم الرحمة الله ييجي تاني مرة الابن التاني نفس الشيء برضو داود ما يقسم الرحمة الله لانه عايز يرجع لربنا خسر ولاده وقال لك مش مشكلة مراته تعبد شوية فودوها المستشفى ففجأة الدكتور جاء له مراته عفوا كانت حامل ففجأة الدكتور جاء له وقال له احنا اسفين الجنين مش موجود بيت تقريبا مات ومش موجود ايه اللي حصل فلما بدأ يعني يقابل الجن قالوا له احنا كنا كنا وهنعمل اكتر من كده لو فكرت توقف السحر والكلام له قال لهم هوقف اتلوله زوجته بقى وحيد تماما وفي النهاية رجع داود لله سبحانه وتعالى بتوبة نصوحة اخواني العزاء انا القصة مش قصة خيالية قصة وقعية حقيقية الف المية وحضرك ممكن تتأكد بنفسك لو دخلت على اليوتيوب وسألت الساحر التائب داود بس ليه انا بقص القصة دي شوفوا يا جماعة غضب الجن لما بيغضب على شخص بيعمل ايه شوفوا يا جماعة لاب ما شخص عايز يقابل الجن لازم يعمل ايه شوفوا يا جماعة القصة دي ازاي وشوفوا المغامرين بيعملوا ايه عشان يوهموا الناس ان هما بيشوفوا جن لا وعفوا يعني فيه ناس فيه مغامرين بيقولوا انه فيه الخيار ولا مش عارف ايه انه هو بيديهم دليل وهيلقوا دليل وهي حاجات بصراحة استخفاف بعول الناس يا جماعة احنا عايزين احنا موحدين بالله ولازم نسمع كلام ربنا في القرآن قال لنا هما بيشوفونا واحنا بيشوفهمش يبقى ازاي كل الناس دي بتشوف الجن قصة السحر التائب زي ما قلتلك ممكن تشوفها وتتأكد من كلامي هتسمع هتلاقيها ممتعة بس هتسمع وهتتأكد ان جميع المغامرين كلهم كده بي وانا آسف للجميع لا قصد الاهانة ولكن كده دي كانت آخر حاجة في حلقة النهاردة عن قصة الساحر دول اتمنى تكون عجباتك واتمنى ان انت تروح تدور على اسمه وتسمع اكتر وتتأكد ان الجن مش سهل ان انت تشوفه مش سهل ان انت تتعامل معه مش سهل تخش بيت مهجور تلاقي جن مش كل بيت مهجور بيكون فيه جن اتمنى تكون برضو قصة عجباتكم اتمنى اجد دعمي منكم علشان انا واثق اني بعض المغامرين اللي هيعمل بلاء اللي هيعمل ضدي مش عارف ايه وانا اللهم بس بنصح بالحقيقة سلام